السلام عليكم ورحمة الله أولياء أمور وطلاب الصف الرابع لابتداء الفيديو ده ان شاء الله حيكون فيديو مهم جداً كلكم بتنتظروه وهو أهم من موضوعات الباراجراف المتوقعة اللي ممكن تيجي لأولادنا في الامتحان في البداية تعالوا منتعلم إزاي نعرف نكتب باراجراف علشان تجيب الدرجة النهائية في الموضوع اللي حتكتبه لازم تتبع التعليمات اللي حقولها أول حاجة ترك مسافة سنتي أو سنتي ونص في أول سطر يعني مسافة تكفي كلمة ده في أول سطر بس بعد كده حتبدأ الجملة بحرف كابيتل لازم أول حرف في كل جملة يكون كبير تالت حاجة انهي الجملة بالنقطة رابع حاجة اتبع علامات الترقيم يعني إيه يعني مثلا لو انت بتكتب موضوع الموضوع ده جه فيه اسم بلد زي الكاهرة أو الجيزة يبقى لازم نعمل الحرف الأول منها كابيتل كمان لو بكتب يوم من أيام الأسبوع أو شهر من شهور السنة نعمل الحرف الأول منه كابيتل كذلك الأمر لو بكتب مكان مشهور زي بيرامتز الأهرامات أو ايجيبشن ميوزيوم المتحف المصري وبحامل الحرف الأول من ايجيبشن كابيتل ومن كلمة ميوزيوم كابيتل لأنه مكان مشهور خامس حاجة مهمة لازم تخلي بلك منها ان انت هتكتب الجمل جانب بعض ماينفعش ان انا رص الجمل تحت بعض يعني ايه؟ يعني انا حبدأ بالسطر الأول حبدأ الجملة بحرف كابيتل وانهي الجملة بنقطة طب السطر لسه ما أخلصش ما نقلش على السطر الثاني لا انا هكمل في السطر الأول حبدأ الجملة الجديدة بحرف كابيتل وابدأ ما تنقلش للسطر الثاني لما السطر الأول يخلص يبقى ده شروط كتابة الفقرة وده شكل توضيحي للفقرة بعد ما نكتب الباراجراف بتاعنا يكون بالشكل ده بدقين الجمل بحرف كابتل وننهيب نقطة وما نتنقلش للسطر التاني لما السطر الاول يخلص يلا نشوف مع بعض ايه هي اهم الموضوعات اللي جات في منهج الترمي التاني اول حاجة اهم موضوعات الوحدة السابعة يونت سيفن The Nile نهر النيل الموضوع التاني Where can people live اين يستطيع ان يعيش الناس الموضوع التالت The City Life حياة المدينة الموضوع الرابع My First Day At School يوم الاول في المدرسة اول موضوع معنا The Nile نهر النيل ايه المعلومات اللي انا عرفها عن نهر النيل وحاقدر اكتب فيها اول حاجة اعرف ان نهر النيل ده هو اطول نهر في العالم كمان اعرف من الكتاب المعلومات اللي اخدناها في الكتاب ان طوله 6670 كم كمان نعرف ان النيل اللي فرعين في مصر بيتفرع لفرعين في مصر من المعلومات اللي عرفناها كمان انه هو موطن لانواع مختلفة من الاسماك والطيور والايه والسلاحف يلا نكتب الموضوعات دي باللغة الانجليزية The Nile is the longest river in the world نهر النيل هو اطول نهر في العالم خلصنا الجملة نحط نقطة ونبدأ الجملة الجديدة The Nile is 6670 كم طول نهر النيل 6670 كم بعد كده نحط نقطة ونبدأ الجملة الجديدة بحرف كابتل The Nile has two branches in Egypt نهر النيل لفرعين في مصر بعد كده هننهي الجملة دي بنقطة وبرضه هنبدأ الجملة الأخيرة بحرف كابتل The Nile is home for different kinds of fish كما بيردس and turtles نهر النيل هو موطن لأنواع مختلفة من الأسماك والطيور والسلاحف الموضوع الثاني Where can people live أين يستطيع أن يعيش الناس كمان الموضوع ده ممكن يجيب عنوان مختلف ممكن يجيب عنوان humans البشر وبرضه هنتكلم فيه عن تأقلم البشر في البيئات المختلفة إيه الأفقار اللي هنقدر نكتب فيها؟ أول حاجة هنقول إن الناس عندها القدرة على الحياة في البيئات المختلفة وندي مثال عن شعب الإسكيمو كمان مثال عن البدو في الصحراء بعد كده هنقول إيه هي البيئة المثالية اللي الناس بتدور عليها يلا نشوف مع بعض الموضوع باللغة الإنجليزية humans can live in different environments البشر يقدروا يعيشوا في بيئات مختلفة الجملة الثانية اللي هما الإسكيمو اسمهم الانيويت بيئبول live بيعيشوا فين؟ بيعيشوا في المناطق القطبية القطبية الشمالية بدون people live in the desert وكمان الناس اللي هما البدو بيعيشوا في الصحراء يبقى الأولى مثال على الناس اللي بتعيش في الجليد والتانية مثال على الناس اللي بتعيش في درجات حرارة مرتفعة زي الصحراء لكن معظم الناس بتحب تعيش فين بقى المكان ده لا يكون بارد جدا ولا حار جدا الموضوع الثالث من الموضوعات المهمة ليونت سيفن هو the city life حياة المدينة وده موضوع من أسهل الموضوعات اللي عندكم لأن كلنا نعرف معلومات عن المدينة المدينة معروف أن هي جميلة لكن مشكلتها أن فيها الكثير من السيارات السيارات دي بتعمل لنا مشكلتين الكثير من التلوث أو الدخان كمان بتعمل لنا ضوضاء يلا نشوف هنكتب الموضوع ده ازاي the city is big and pretty المدينة كبيرة وجميلة it's full of bright lights إنها مليئة بالأضواء المع there are a lot of cars and buses يوجد الكثير من السيارات والأوتوبيسات so there is a lot of smoke لذلك يوجد الكثير من الدخان there is a loud noise in the city too يوجد ضوضاء صخبة في المدينة أيضا وده طبعا بسبب الكثير من السيارات والأوتوبيسات الموضوع الرابع my first day of school يوم الأول في المدرسة والموضوع ده كمان بسيط وزهل جدا وجمل وبسيطة وحنقدر نكتب فيه بسهولة يلا نشوف الموضوع I remember my first day of school أتذكر يوم الأول في المدرسة I was six years old كان عندي ست سنوات I was nervous أنا كنت متوتر I wanted to cry but the teacher was kind أنا كنت عايز أبكي لكن المدرس كان عطوف We studied and played games إحنا درسنا وكمان لعبنا ألعاب It was fun اليوم كان ممتع زي ما أنتو شايفين الموضوع سهل وبسيط لكن خلي بالك لازم كلامنا كله يكون في زمن الباست سيمبل زمن الماضي البسيط لأن أنا بتكلم على حاجات أنا بتذكرها حاجات حصلت وانتهت فلو لاحظت أنا استخدمت الفعل was استخدمت wanted استخدمت studied و played أفعال الجمل كلها كانت في زمن الباست سيمبل زمن الماضي البسيط بعد كده أهم الموضوعات اللي جات في الوحدة التامنة أول موضوع A trip to the sea رحلة للبحر بعد كده رمضان إيد الفطر wedding party حفل الزفاف وآخر موضوع ممكن يجي بعنوان من الاتنين ممكن يجي لك بعنوان a special day يوم مميز أو يجي لك بعنوان my grand maz أو my grand boss birthday party حفل عيد ميلاد جدي أو جدتي أول موضوع A trip to the sea رحلة للبحر إيه الكلام اللي ممكن أكتبه في الموضوع ده؟ أول حاجة حقول إن أنا روحت البحر مع العائلة أو مع الأصدقاء وبعد كده حبدأ أقول الحاجات اللي إحنا عملناها هناك إيه اللي ممكن نعمله هناك؟ ممكن نسبح حنشوف الكسير من الأسماك ممكن نشوف بعض الحيوانات البحرية كمان حنلتقط الكسير من الصور وبعد كده حنوصف اليوم بإنه كان يوم جميل وده الموضوع باللغة الإنجليزية الصف اللي فات أنا ذهبت للبحر مع العائلة خلي بالكم الموضوع ده كمان في الماضي فلازم الأفعال بتاعتنا كلها تكون في الماضي We swam in the sea إحنا سبحنا في البحر We saw beautiful fish شفنا أسماء جميلة We played on the beach إحنا لعبنا على الشاطئ We took some photos والتقطنا بعض الصور We were very happy إحنا كنا سعداء جدا الموضوع الثاني بيتكلم عن رمضان يلا نشوف الموضوع My favorite month is Ramadan شهر المفضل هو رمضان In Ramadan Muslims fast during the day في رمضان المسلمين بيصوموا أثناء النهار Fast لها معنايين كصفة معناها سريع وكفعل معناها يصوم إحنا استخدمناها هنا بمعنى يصوم They don't eat or drink until sunset هما ما بيأكلوش أو يشربو حتى غروب الشمس They help poor people to make them happy هما بيساعدوا الفقراء ليجعلوهم سعداء الموضوع الثالث بيتكلم عن عيد الفطر عيد الفطر عيد الفطر احتفال للمسلمين المسلمين بيحتفلوا بعيد الفطر بعد رمضان هنبدأ نحكي إيه الحاجات اللي بيعملها المسلمين في الاحتفال بتاع عيد الفطر هنقول They go to the mosque هما بيروحوا المسجد They visit their friends and relatives هما بيزوروا أصدقائهم وأقربهم They say ايد مبارك to their friends وبقول للأصدقاء عيد مبارك كمان موضوع من الموضوعات المتوقعة شم النسي شم النسيم is an Egyptian festival شم النسيم ده احتفال مصري People go to parks with their families الناس بتذهب للحدائق العامة مع عائلاتهم They eat salted fish and onions هما بيكلوا سبك مملح وبصل They also color eggs كمان هما بلونوا البيض They sometimes go to the beach أحيانا بيذهبوا إلى الشواطئ الموضوع اللي بعد كده wedding party حفل زفاف Last week I went to my cousin's wedding الأسبوع اللي فات أنا ذهبت إلى حفل زفاف ابن عمي It was in a big hotel كان في فندق كبير The bride and the groom were very happy العروسة والعريس كانوا مبسوطين جدا I bought a present for them أنا اشترت هدية عشانهم We sang and danced the whole night احنا غنينا ورأسنا طول الليل وآخر موضوع من موضوعات الوحدة التامنا هو My grandma's birthday عيد ميلاد جدتي وقلنا ممكن يجي بعنوان Special day كمان ممكن يجي بعنوان My grandma's birthday عيد ميلاد جدي فحنكتب نفس الكلام مع تغيير الاسم My grandma's birthday was yesterday عيد ميلاد جدتي كان بالأمس All the family came to celebrate here birthday كل العلاجات عشان تحتفل بعيد ميلادها We had a nice party الحفلة كانت لطيفة The food was delicious الطعام كان لذيذ We sang happy birthday to her غنينا عيد ميلاد سعيد عشانها My grandma was very happy والجدة كانت سعيدة زي ما انتوا شايفين كل الأفعال بتاعتنا في الموضوع ده في زمن البوست سيمبل لان احنا بدأنا البراغرف بتاعنا بيستردي بالأمس بعد كده أهم الموضوعات اللي جات في الوحدة التاسعة أول موضوع Egypt is special كمان ممكن يجي بعنوان What makes Egypt special ما يجعل مصر مميزة ثاني موضوع An invitation to a birthday party دعوة لحفل عيد ميلاد والثالث موضوع ممكن يجي لنا هو A picnic نزهة في الهواء الطلق الموضوع الأول وهو أهم موضوع في اليونت كلها Egypt is special مصر مميزة يلا نشوف ايه اللي بخلي بلدنا مصر بلد مميزة عن بي البلد Egypt has special history culture and food مصر لديها طعام وثقافة وتاريخ مميز We have wonderful food دعوة ممكن تكون لحفل عيد ميلاد أو لحفل زفاف طب ازاي نكتب دعوة الموضوع بسيط وسهل جدا لانه حيدي لك كل المعلومات اللي انت محتاجها زي اسم الشخص المكان الزمان حيلبس ايه رقم التليفون زي ما هو واضح قدامك كده في الشكل فمثلا هيكون مديك اسم الشخص اروة فانا هقول في اول سطر Dear عزيزتي اروة وبعد كده حبدأ اكتب الدعوة بتاعتي بناء على المعلومات اللي هو حيديها لي هيكون مديني المكان هيكون مديني اليوم اللي هحتفل فيه وكمان هيقول لك على الوقت وحيقول لك كل المعلومات دي هيكون مديها لك في الموضوع يعني الموضوع سهل جدا فانا هنقول ايه هنقول I will celebrate my first day next Friday على اساس ان هو مديلك ان يوم ميلادك حيكون او الحفلة حتكون يوم الجمعة فحنكتب الكلام ده انا سوف احتفل بعيد ميلادي يوم الجمعة القادم بعد كده حبدأ اقول المكان برضو حيكون مديني المكان The party will be at my house الحفلة حتكون في بيتي وابدأ اكتب من عندي كمان جملتين عشان اكمل الموضوع زي all our friends will come كل اصدقانا حييجوا There will be cakes, games and music هيكون فيه كيك والعاب وموسيقى نبدأ بقى الحاجات من اول وين دي هيكون هوم الدهالنا وين يعني متى لازم الكلام ده حط في الدعوة الحفلة امتى؟ next friday تمام؟ what time تاب الوقت برضو حيكون مدي لك المعلومة دي هتكتبها بس اكتب what time وبعد كده اكتب الوقت اللي هو مدهولك وليكن مديك 3 pm to 5 pm بعد كده هنكتب where اينه؟ طبعا هحط المكان اللي هو مدهولي اللي هو my house what to wear مفروض نلبسه في الحفلة فمثلا هيكون ايلك البس casual clothes ملابس casual بعد كده هيكون هو مدي لك RSVB ومدي لك الرقم انقله زي ما هو طب ايه الكلام ده؟ الكلام ده معناه للرد او التأكيد على الدعوة اتصل على الرقم اللي هو مدهولك وفي الاخر بتقول له I hope you can come اتمنى ان انت تقدر تيجي بعد كده اهم موضوعات يونت تن اول حاجة social media وسائل التواصل تاني موضوع how to stay safe online كيف تبقى امن على الانترنت الموضوع التالت ممكن يجي بعنوان my tablet او my cell phone الموضوع الرابع computer games العاب الكمبيوتر ويعتبر اهم موضوع في موضوعات يونت تن هو موضوع السوشال ميديا والموضوع ده يعتبر من اسهل الموضوعات لاننا عندنا معلومات كتير عنه social media is very important السوشال ميديا مهمة جدا I always use social media and log into website انا دايما بستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وبدخل على المواقع الالكتروني I can find information for my homework انا اقدر ادور على المعلومات منتعتي وافكاري مع اصدقائي وبأكد تاني ان موضوع السوشال ميديا هو من اهم الموضوعات على الاطلاق فلازم نذكره كويس تاني موضوع مهم معنا هو how to stay safe online كيف تبقى امن على الانترنت معنا شوية نصايح هنكتبها في صورة براجر you should be careful online يجب ان تكون حريص على الانترنت you should have a strong password يجب ان يكون لديك كلمة مرور قوية you shouldn't make friends with people you don't know لا يجب ان تكون صدقات مع ناس انت متعرفهمش you should keep your personal information secret يجب ان تحافظ على سرية معلوماتك الشخصية don't bully and don't be a bully لا تتنمر ولا تكن متنمرا الموضوع الثالث my new tablet كمان الموضوع ده ممكن يجي بعنوان my new cell phone سواء اجلك كده او كده هنكتب نفس الكلام مع تغيير الاسم طبعا i bought a new tablet yesterday لو هو تلفون هقول i bought a new cell phone yesterday انا اشتريت تابلت او cell phone بالامس i logged into some website انا دخلت على بعض المواقع i sent an email to my friends انا ارسلت بريد الالكتروني لاصدقائي كمان هستخدم التابلت او السيلفون عشان اعمل ايه i changed my profile picture on facebook غيرت صورة البروفايل بتاعي على الفيسبوك كمان هستخدم التلفون او التابلت علشان ايه ممكن علشان نلعب online games i played online games with my friends الموضوع الرابع computer games ألعاب الكمبيوتر طبعاً كلكم بتحبوا ألعاب الكمبيوتر لكن لازم تعرفوا انها لها بعض المميزات وليها بعض العيوب يلا من خلال البراجراف هنتعرف على ايه هي مميزات وعيوب ألعاب الكمبيوتر computer games have pros and cons ألعاب الكمبيوتر لها بعض المميزات والعيوب computer games are bad for children ألعاب الكمبيوتر ضر بالأطفال ليه السبب children spend many hours on their computer الأطفال بيقدوا ساعات طويلة أو ساعات كتيرة على الكمبيوتر they don't go outside or do homework هما بيرفضوا يخرجوا وكمان ما بيرضوش يعملوا الواجب on the other hand على الجانب الآخر some computer games need teams بعض ألعاب الكمبيوتر بتحتاج فريق so children can make friends وبالتالي الأطفال هيقدروا أن هما يكونوا صدقات ودي طبعا أحد مميزات ألعاب الكمبيوتر موضوعات unit 11 أول موضوع معنا transportation in Egypt وسائل النقل في مصر الموضوع الثاني route safety rules قواعد المرور الأمنة ثالث موضوع air pollution تلوث الهواء الموضوع الأول transportation in Egypt وسائل المواصلات في مصر We have different types of transportation إحنا عندنا أنواع مختلفة من وسائل المواصلات passes and cars go on the roads الأوتوبوسات والسيارات تسير على الطريق trains go on rails القطارات تسير على السكة الحديد planes go through the air الطائرات بتسافر عبر الهواء ships and boats go on water السفن والمراكب تسير على الماء We need transportation to move around the world نحن نحتاج وسائل المواصلات كي نتحرك حول العالم الموضوع الثاني road safety rules قواعد الطريق الآمنة في البراجراف ده حنتعلم إزاي نبقى آمنين على الطريق We should be careful on roads يجب أن نكون حارسين على الطريق إزاي بقى أول حاجة We should wear a seat belt in the car لازم نلبس حزاب الأمان في السيارة ثاني حاجة We should wear a helmet on the bike مفروض نلبس خوزة لما نركب درجاتنا ثالث حاجة We should follow the road signs مفروض إن إحنا نتبع اللافتات اللي بتكون على الطريق We should be careful while crossing the road يجب علينا إن إحنا نكون حارسين وإحنا بنعبر الطريق موضوع من الموضوعات المهمة Air pollution تلوث الهواء Air pollution is very dangerous تلوث الهواء خطير جدا We should try to stop it يجب علينا إن نوقفه إيه بقى الحاجات اللي ممكن نعملها عشان نقلل بها التلوث أو نوقفه We can go to school by bike نقدر نروح المدرسة بالدراجة We can walk to school too كمان نقدر نروح المدرسة ماشيين We can share cars with other people نقدر نشارك السيارات بتاعتنا مع الناس الأخرى We should stop burning straw يجب علينا إن نوقف حرق القش وآخر موضوعين معنا هم موضوعات الوحدة الاثناشر دي آخر وحدة عندنا يبقى كده قلنا كل موضوعات المنحك الموضوع الأول Helping the environment مساعدة البيئة الموضوع الثاني Solar energy الطاقة الشمسية الموضوع الأول Helping the environment مساعدة البيئة إزاي نحافظ على البيئة؟ أول حاجة We should help our environment يجب علينا إن نساعد بيئتنا إزاي بقى أول حاجة We can plant more trees ممكن نزرع أشجار أكتر We can recycle plastic trash ممكن نعمل إعادة تدوير للحاجات البلاستيكية اللي بتكون في القمامة We can save water كمان ممكن نوفر المية We can use solar energy نقدر نستخدم الطاقة الشمسية We can use energy saving light bulbs نقدر نستخدم المصابيح الموفرة للطاقة الموضوع الثاني وده آخر موضوع معنا Solar energy الطاقة الشمسية We can get energy from the sun يمكننا الحصول على الطاقة من الشمس Solar energy is very important to help our environment الطاقة الشمسية مهمة جدا علشان نساعد بيئتنا Solar energy is clean and cheap energy الطاقة الشمسية عبارة عن طاقة رخيصة ونظيفة طب إزاي بقى حنحصل على الطاقة الشمسية The sun warm the solar panels to make electricity الشمس بتسخن ألواح الطاقة الشمسية علشان نقدر نصنع منها طاقة كهربية وده كانت أهم موضوعات البراجراف اللي جات في منهج الصف الرابع لابتداء الترمي التاني ان شاء الله انتظرونا في فيديو قريب هنعملكو فيديو خاص بكل الجرامر اللي جاه في الترمي التاني في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة